ألف مبروك لكل العرسان مثل ما يقولون أو المعارس ألف مبروك للشباب والبنات إن شاء الله يا رب بالتوفيق ننتقل إلى موضوعنا التالي مشاهدينا حيث أطلقت شركة بيئة الخدمات البيئية التابعة لمجموعة بيئة رائدة في مجال الاستدامة بالشرق الأوسط أطلقت منصة مراسي الرقمية والتي توفر حلولا متكاملة تعمل على دمج جميع المتطلبات الخاصة بإدارة النفايات بدءا من نقطة الوصول إلى الميناء حتى المعالجة النهائية حول منصة مراسي والخدمات التي توفرها شركة بيئة الخدمات البيئية التابعة لمجموعة بيئة اليوم يسعدني أن أرحب في أستاذ أماسي بكل من الأستاذ المهندس يوسف محمد أمين الزرعوني مدير إدارة تطوير الأعمال في شركة بيئة الخدمات البيئية وأيضا الأستاذ حسن عبدالله محمد العلي مدير إدارة الاستشارات البيئية في شركة بيئة للخدمات البيئية يا هلوية مرحبا بكم يعطيكم ألف عافية في البداية بالتأكيد على كل الجهود التي تبذل في هذه الشركة الحقيقة في البداية قبل أن أتحدث عن منصة مراسي أو كافة المشاريع الأخرى دعونا نتكلم في البداية عن هذه الشركة التي تندرج ضمن مجموعة بيئة وهي بيئة الخدمات البيئية لو نصلت الضوء على الخدمات التي توفرها هذه الشركات فضلا بيئة الخدمات البيئية من الخدمات الهامة التي نحن لدينا اليوم خدمات الاستشارات البيئية في الدراسات البيئية الخاصة في المشاريع التي تصير في الإمارة وفي الإمارات بشكل عام تركيزنا على الاقتصاد الدائري على الاستدامة وعلى الحياد الكربوني موضوع الحياد الكربوني اليوم موضوع كبير ونحن تركيزنا كثير على هذه الخدمة في بعد عندنا الخدمات الثانية التي نطرحها مثل الدراسات البيئية التي تخص إدارة النفايات بشكل عام للمجمعات السكنية الجديدة التي تطويرها في المناطق بالإضافة إلى المنصات الرقمية مثل ما تفضلتي التي هي مثل منصة مراسي وفي عندنا قسم تابع للأبحاث والعلوم تخصصهم طرح دراسات في الأبحاث البيئية من أحد الأبحاث التي طرحوها كانت مع دار السيفير للنشر كانت عن موضوع الكورونا وكيف كانت في الحياة في فترة كورونا مع البيئة كيف أثرت كورونا على حياة الأفراد والمؤسسات والشركات وكل المجتمع يمكن بشكل عام أنا حابة أمسك نقطة نقطة إذا صح تعبيري حضرتك ذكرت ساعة المهندس أو تحدثت عن مفهوم الحياد الكربوني ممكن بس نفهم وكذلك أيضا سادة المشاهدين يفهمون ما هو الحياد الكربوني الحياد الكربوني اليوم طبعا كل منتج يستوي أو كل منتج يصنع أو كل مصنع حتى شغال ينتج كربوني انبعاثات كربونية ضارة للبيئة نعم فالحياد الكربوني نحن نحاول بالدراسة التي نفعلها كيف ننقص أو نوصل لمرحلة الصفر التي هي استراتيجية الإمارات 2050 مرحلة الصفر للحياد الكربوني ففي الدراسات نرى ما هي التقنيات التي تتغيرها ما هي التقنيات التي تتبناها الشركات هذه والمصانع هذه أو تعوضها بإنتاج صديق للبيئة صديق للبيئة أنت صديق بالبيئة استخدام مواد صديقة للبيئة تقلل من إنتاج الكربون في الهواء تقلل من الانبعاثات الكربونية حتى نصل إلى الحياد الكربوني صفر صفر زيروا انبعاثات كربونية هو ما يسمى بالحياد الكربوني هذا ما نقصد به وما يقصد به الحياد الكربوني جميل جدا يعني هذه الشركة أو هذه المؤسسة تعمل في مجال الأبحاث والدراسات مثل ما ذكر ساعة المهندس الحقيقة هذا هو توجه الشارقة الجديد في كل المجالات مجال الأبحاث ومجال الدراسات ما هي أبرز هذه الأبحاث والدراسات أو على ماذا تتسلطون الضوء في هذه الأبحاث والدراسات الأبحاث والدراسات تشمل نوعين الدراسات تكون علمية وهدفها منها النشر في أفضل المجالات العالمية جميل طرقنا لمشروع التباين بين الغابات وتلوث الغابات أو الاستنزاف الغابات بكوفيد أو بالأمراض السائدة أو المادية المنتشرة وفيه كذلك مستمرين في عملية الأبحاث الأبحاث مستمر أن نطرق دائما الأشياء الموجودة حاليا متأثرة فيها الناس أو متأثرة فيها العالم بشكل أخص نعم يمكن أن نتحدثنا الحقيقة عن الأبحاث والدراسات التي تعمل عليها الشركة ومسألة الحياد الكربوني لكن نعرف أن هناك العديد من المشاريع التي تعمل عليها شركة بيئة الخدمات البيئية والذين يحبون اليوم أن نسلطوا الضوء عليها تفضلوا ساعة المهندس دعنا نقول مشاريعنا اليوم الحمد لله متوزع ما بين الإمارات وبرع الإمارات في الإمارات نقول أننا موجودين في الإمارات كاملة لدينا مشروع دراسة بيئية لقناة الليل الجديدة التي تحدث في إمارات الشارجة مع دراسة للحيال المائية في القناة قبل أن تحصل القناة لبعد أن تحصل القناة وتأثيرها على الحياة المائية في المنطقة هذه هناك مشروع الثاني خذناه في جبل جيس في تطور عمراني يحدث هناك فكان هناك دراسة بيئية استراتيجية لتأثير المشروع هذا على المنطقة هذه خذنا مشروع في إمارة أبوظبي موضوع كيف نحفيز الناس على تقليل استخدام البلاستيك أو حتى في نفس الوقت كيف نساعدهم أن يحولون أو يبعثون العبوات البلاستيكية هذه أن يعيدون تدويرها في المنصات اللي جاهزة فسوينا دراسة مع هيئة البيئة في أبوظبي على مستوى إمارة أبوظبي كيف تكون وكيف النتائج وكيف نحفز الناس على هذا الموضوع شو هي بس النتائج أفوان كانت في هذه المنصات؟ في الناس اليوم شوي يبالهم مثل ما نقول نحن التحفيز على أساس أن مبدال ما يحطون أبوات الماء هذه في سلات النفايات يأخذونها للمنصات هذه فمن بينها في نقاط تشجيعية مثل ما تعودنا يمكن لدينا البوينت بشكل عام في وائد أماكن مثل فكرة السكاي ووردز والأمور هذه بس على موضوع كم أنت تدور منها البلاستيك كم تتدورها تساعد في تدويرها أنت ترجعها في النظام وتأخذها كذلك نحن عن استراتيجية التي تغيرها المكاتب اليوم ترون الحاوية البلاستيك نحاول أن نغير المفهوم هذا الموجود حاليا للأبوات التي تستخدمها في مرة ثانية في تعبئتها أو استخدامها مرة أخرى ممكن أن يعاد استخدامها هل وصلنا لدرجة وعي مناسبة أستاذ حسن من وجهة نظرك بالنسبة للمجتمع بشكل عام؟ الوعي موجود وبيئة شغالة على هذا الأمور من زمان وحتى الهيئات الثانية موجودة شغالة أنك تسعى توصل لتقليل كمية النفايات وهذا مستهدف يمكن على إمارة الشارجة مستهدف موجود على دولة الإمارة بشكل عام تقليل النفايات ووصولها إلى مكبات زيرو من النفايات نعم اليوم شفنا يمكن مشاريع شركة بيئة لخدمات البيئية خرجت خارج إطار إمارة الشارج وهذا شيء جميل الحقيقة أن تخرج بمشاريعها وبدراساتها إلى الإمارات الأخرى هل في المستقبل من الممكن أن نشوف كذلك مشاريع تخرج خارج إطار دولة الإمارات خصوصا فيما يتعلق بالدراسات نحن أرد وصلنا يمكن أن بدأنا مشروعين في السعودية آه ما شاء الله مشروع لمدينة محمد بن سلمان اسمه محمد بن سلمان مدينة غير ربحية عملنا على دراسة النفايات فيها في عملية تصنيفها وكيف عملية النقل واللوجستيك اللي بيصير فيها عمليات لوجستية صحيح والمشروع الثاني مشروع تنمية نفس المشروع بس هدفهم كان الوصول إلى صفر نفايات في المصنع فاشتغلنا على هذا المشروعين كانوا استراتيجيين لنا بالنسبة لنا وكان بصمة لإمارة الشارج وإمارة الشارج والخبرات اللي موجودة في الغسما جميل جدا الحقيقي يعني هو الجميل بس ما نعمل على مشاريع فقط ما نعمل دراسات ربما وأبحاث وإنما ننصل بتأثيرنا إلى الآخرين نحن ندور الحلول البيئية بالضب الحلول الصديقة للبيئة والمستدامة وهذا أندل على شيء الحقيقي يدل على الثقة الكبيرة التي تضعها ربما الحكومات في حكومة إمارة الشارقة وشركات التابعة لها وبالتحديد مجموعة بيئة والشركات التي تندرج تحت مجموعة بيئة وإلا لما كنا نقلنا هذه الخبرات الحقيقة إلى خارج حدود إمارة الشارقة وبالتالي إلى خارج حدود دولة الإمارات الحقيقة أحد أهم المشاريع في شركة الخدمات البيئية هو السعي للتحول الرقمي وهذا طبعا نعرف أن كل المؤسسات تسعى إليه الشركة قبل أيام دشنت منصة هي منصة مراسي الجديدة ما هي هذه المنصة؟ ما الذي تقدمه من خدمات؟ وما هي أهم مزايا؟ هتفضلوا المنصة هي مراسي مراسي هي بالتعاون مع هيئة وموانا وجمارك الشارجة تهدف إلى إدارة النفايات المتكاملة نعم وبدايتها انطلاقتها من ميناء خالد يكون ويستهدف ثلاث فئات الفئة الأولى هي أصحاب الشركات الشركات التي ماسك السفن التي توصل للإمارة وشركات النقل للنفايات في عمل تنظيم إدارتها والمكبات أو ممكن تخلص من النفايات التي تنتجها السفن فهي عملية ربط جميع الجهات هذه الثلاثة في منصة رقمية تدير إدارة النفايات وتقدر تعد مراقبتها والتدقيق على النفايات الموجودة وكذلك عمل تقارير سنوية للميناء وللجهات المختصة في إدارة النفايات نعم إذن هي تتحدث عن إدارة النفايات أو تختص هذه المنصة بإدارة النفايات ويعني تندلت شلحتها ثلاثة فئات هناك أيضا مشاريع أخرى أطلقتها شركة بيئة الخدمات البيئية قبل عدة سنوات مثلا أطلقت مشروع البوابة لتصاريح النفايات وذلك بالتعاون مع المنطقة الحرة بالحمرية دعنا نتحدث عن هذا المشروع مشروع البوابة وأهم ما يميز تفضل سعادة المهند فالبوابة صار مع منطقة الحرة في الحمرية وأساس المشروع أن تصاريح التخلص من النفايات بدل ما تكون على أساس أوراق صارت على النظام لمتابعة هذه التصاريح للتأكد من أن هذه الشركات تكون مع الاستراتيجية التي تابعة للهيئة أن تكون هيئة منطقة حرة خضراء فوحدة من هذه الأمور كانت أن نحن نطبق هذه المنصة معاهم ونتأكد أن الشركات كلها تتخلص من نفاياتها بالطرق السليمة تطلع من المنطقة الحرة للحمرية لين ما كب النفايات توصل هناك هذه كامل تراكت ومتبعة في النظام نتأكد أنها توصل هناك بنفس الكمية التي طلعت منها بدون أي تخلص غير قانوني لهذه النفايات لأن أكثر الشركات يحاولون توفير الأموال بالطرق الغير شرعية فعن طريق المنصة هذه نتأكد أن الأمور كاملة مع الاستراتيجية الخضراء للهيئة ومع استراتيجية الأمورة للوصول إلى صفر نفايات والمنصة تكون قابلة تقولها عن طريق الموبايل نسهل على العملاء الموجودين في أي مكان موجود يقدر يقدم على خدمة ويحصل عليها في أسرع وقت ممكن فما تكون مضطرة أن تقدمها أو تسير لجهة معينة تقدمها فلا كل شيء موجود على الهاتف الذكية أو على الألواح الذكية وتقدر تقدمها في أي وقت ما أهمية هذه التصاريح الرقمية الحقيقة؟ الأهمية تندرج من أكثر من جانب نعم من الجانب البيئي هي أنك أنت تحافظ على البيئة الشيء الأساسي أنك أنت اليوم تنقل كشركة تفصح عن نفاياتك التي موجودة عندك وتنقلها إلى الجهة الرسمية الموجودة في الإمارة أو المنطقة التي موجودة فيها في التخلص منها ويكون كهذا اليوم متابع من أملية النقل لأن المكب مربوطة كل شيء بباركوت مأين أو شيء تقدر تراقبها رمز تعريفي تقدر تراقبها في أي وقت تتأكد أن في نفاياتها تم التخلص منها في الأماكن الصحيحة جميل جداً الحقيقة يعني مشاريع التحول الرقمي عديدة هل هناك مشاريع أخرى إن شاء الله في المرحلة القادمة فيما يتعلق بالتحول الرقمي بإذن الله إن شاء الله نحن قاعدين نشتغل مع بلدية الشارجة إن شاء الله نطلق مثل المنصة التي أطلقناها مع المنطقة الحرة الحمرية بس على مدى أكبر وعلى خلنا نقول مميزات أكثر تخدم الإمارة بشكل عام نعم وإن شاء الله خلال الفترة القريبة بتنطلق هذه المنصة وبتكون يعني من مبادرة هي بعد من بلدية الشارجة وإن شاء الله نشوف في المنصة هذه كيف بتغير حتى في نظام إدارة النفايات في الإمارة بشكل عام خلنا نقول إدارة النفايات الصناعية بشكل خاص يعني حتى بإذن الله بإذن الله عمون يعطيكم ألف عافية وشكرا لكم على وجودكم ويانا اليوم ساعة المهندس يوسف محمد أمين الزرعوني مدير إدارة تطوير الأعمال في شركة بيئة الخدمات البيئية شكرا لك وشكرا لأستاذ حسن عبدالله محمد آل علي مدير إدارة الاستشارات البيئية في شركة بيئة للخدمات البيئية شكرا لكم نشكركم